بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من عالم سؤوليتي لغاية جدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا كالمحتاد مرحبا بكم المنطمر الصحفي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي عقد أمس بمباني مجلس الوزراء له أهمية كبرى باحتبار التوقيت والظرف السياسي الذي عقد فيه المنطمر الصحفي جاء في وقت يعني عقب رفع العقوبات الإعلان رفع العقوبات من السودان وبعد عودته من زيارة أسيوبيا المسيرة للجدل الزيارة التي كانت مغررة أن تكون ليومين ولكن تغسرت لتكون لساعتين بالتالي طرحت العديد من الأزئلة في الشارع العام وفي الوسط الصحفي والإعلامي عن سر العودة السريعة برغم الإعلان المسبق باستمرار الزيارة ليومين بالأمس تحدث رئيس الوزراء عبدالله حمدوق عن عدد من المواضيع بدأها بالزيارة لأسيوبيا وتحدث يعني يرد على الأزئلة التي طرحت في هذا الصدد بأن الزيارة كان حسب المتفق عليه أن تكون لي فترة أطول وتتخلل كثير من المراسم الضيافية والاجتماعية التي دائما تكون في مثل هكذا زيارات هو تحدث عن أنه يعني هو اتهت تحدث هو حمدوق نفسه أنه هو اتهت في أن تكون زيارة قصيرة بدرجة كبيرة وأن تكون مختصرة ومحددة لمناغشة عدد من الموضوعات نسبة للظروف السياسية الموجودة في أسيوبيا والموجودة في السودان رد على الأزئلة والاستفسارات عن سر العودة السريعة بأنه هو طلب من رئيس الوزراء أبي أحمد رئيس الوزراء أسيوبي أن الزيارة تقتصر بغدر الإمكان وأنه تناقش القضايا التي جاء من أجله ووصف الزيارة بأنها هي ناجحة وأنها أدث المطلوب وبالتالي ضحض الحديث عن فكرة ما صحب هذه الزيارة بغدر نظر عن ما قاله رئيس الوزراء عبدالله حمدوق أو غيره ولكن يبقى أنه رد على هذه الأسئلة وعلى هذه الاستفسارات وبالتالي أصبح الأمر يعني خلاص في طار العادي يعني مفترض الناس تأخذ بكلاء وتعتبر أنه ما في حاجة تمت من الأشياء التي تقال لي لأن الموضوع ذاته ما زال همية كبيرة يعني الموضوع ما قضية كبيرة تتحق أن الناس تتفرق لها حقيقة تحدث عبدالله حمدوق لأكثر من ساعة لساعة ونصف في المؤتمر الصحفي اللي هو لأول مرة يكون مفتوح بهذا الشكل كان مفتوحا وكانت الأسئلة تطرح بشكل عادي وإحتيادي أدار المؤتمر الصحفي رئيس وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح وكانت الأسئلة كثيرة والإجابات كانت أكثر في عدد من الموضوعات نحن اخترنا عدد من المواضيع التي طرحت والتي رد عليها الرئيس الوزراء وسنتعرض لها يعني متزأة كل موضوع براو لكن هنبدأ بحديث يمكن فيه شيء من الإيجابية الحديث عن كورونا وعن اللقاح كورونا وعن أن دولة هي ساعية في أنها تحصل على عدد لـ 8 مليون و 400 ألف اللقاح كمرحلة أولى محددة لمجموعة معينة بعد ذلك تبدأ في المزيد يعني من اللقاحات في الفترة القادمة نشاهد الفيديو الحديث عن اللقاح كورونا نحن وزلنا مجهود كبير جدا في الاتجاه هذا ويمكن في خواتيم إننا تكون كلود المسألة دي وحنحصل على 8 مليون جرعة 8 مليون و 400 ألف عشان نكون specific جرعة وحنصل قريب دي حنوظفها للفئات الأكثر احتياجا على رأسها الكادر الطبي الناس الأكثر عرضة للإصابة بالجائحة الكورونا ونتمنى في مقبل الأيام نقدر نطعم كل فئات شعبنا أيضا نتابعة بحرص شديد وتم في موضوع مواب الإخصائي هذه وحدة من تركات النظام السابق نحن عارفين تماما إنه عندهم قضية عادلة مفروض الدولة توفر لهم الإمكانيات المحترمة في مسألة التدريب لآخره وفي حوارنا معهم قدرنا نوفر 2500 عزيفة وشهر يمكن في هذا الحديث تحدث عن موضوعين معنية بالأمر الصحي والطبي ودي قضية مهمة في اللحظة الحالية يعني اللحظة الفارقة المرتبطة بوباء كورونا والمرتبطة بالمشاكل التي يواجهها الكادر الطبي خاصة من مواب الاختصاصيين هو تحدث عن إنه تم توفير 8 مليون و400 ألف لقاح أو إنها في طريق إنها توفر وتكون موجودة في سودان خلال الأيام القادمة وإنها ستوزع للكادر الطبي وللفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا يعني أصحاب الأمراض المزمنان الأعمار المتقدمة للمرضى الكبار السينة بيكونوا موجودين في المستشفيات وهم بيكون في خطورة على إنه يعني يمكن إنه يصابوا بهذا الفيروس بالتالي دي المرحلة الأولى حيكون كل الكادر الطبي عشان يتتأمن الكادر الطبي وتخليفه وضع مريح ووضع يعني يكون بالنسبة له مهيئ في إنه يؤدي الواجب بتاعه إنه يعلق لكم يعني بيتناول اللقاح والتعقيم وبالتالي دي بتدي يعني حصانة عالية في إنه الناس تواجه الكادر الطبي يواجه هذه الكارثة يعني الصحية في وضعه يكون أفضل بالتالي للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السين وما شابه ذلك يعني 8 مليون لقاح 8 مليون و40 ألف أنا أفتكر إنه كدفعة أولى ليس عدد بسيط يمكن الناس تمشي لقدام لو إنت قدرت طعامتها لنازل أو قدرت يعني وزعت عليهم اللقاح العدد 8 مليون أو القرابة 9 مليون أنا أفتكر إنه إنت بتكون عملتها الحد الفاصل بتاع التأمين والأمان في إنه الناس تمارس حياتها الطبيعية حد ما اللقاح هذه يكون متوفر بشكل طبيعي ومتاح بالتالي بكون الحياة بترجع لطبيعتها بشكل كامل أنا أفتكر إنه دي الجانب المهم في هذا اللقاء وفي هذا الحديث الجانب الآخر هي مشكلة الكادر الطبي نحن نكلمنا كثير عن مشكلة الكادر الطبي والنواب الإختصاصيين بعد الرغبة في الإضراب والتهديد بالإضراب وقلنا إنه دحقهم وإنه نازل لازم يوفر لهم حقوقهم وإنه لازم توفر لهم الحاجات الأساسية بتاعتهم مطالب وإنه لهم مطالب مشروعة ما في اثنين ثلاثة هو تحدث حمدول عن إنه قال إنه إحنا وفرنا اثنين ألف وخمسمائة وظيفة إذا توفرت هذه الوظائف بهذا الشكل وبكل استحقاقاتها برضو كنت جزء من الحل للمشكلات اللي بتواجه يعني الكادر الطبي والنواب الإختصاصيين على وجه التحديد نفتكر إنه في هذا الإطار أنا أفتكر إنه هذا كلام مع مواجهة فيروس كورونا المواجهة الثانية والظروف الصحية أنا أفتكر إنه نحن دائما بنمشي في دعم الاتجاه ده في إنه لازم يكون في وضع مهيئ لازم يكون في ترتيب يكون في تنسيق كامل بكل المؤسسات بين كل الجهات في إنه الناس تجاوز المرحلة الخطيرة دي جانب تاني من الحديث وحديث حمدوق هو برضو حدث شقل الساحة في الفترة السابقة هو الحديث عن مجلس الشركاء الحكم الانتقالي المجلس اللي غرته يعني اتفاقية جوبا ووجب اختراح من الحاضن السياسي والحرية والتغير بتكوين مجلس الشركاء الحكم الانتقالي على أساس أنه يعني يدير المرحلة القادمة حصل خلاف في هذا المجلس باحتبار إنه في الصلاحيات وفي المهام وإنه حصل الصراع بين الحاضن السياسي وبين العسكريين وبين الحركات المسلحة أو حركات الموقع على اتفاق السلام في جوبا وده كان شاغل الساحة الفترة الفاتدة دي بشكل كبير جدا جدا وحتى الآن حتى اللحظة الخلاف لم يعني ينتهي بشكل كامل في مجلس الشركاء الحكم نشاهد ماذا قال حمدوق عن مجلس الشركاء وعن الصلاحيات وعن الخلافة الدائر فيه نشاهد ونعود عن مجلس الشركاء مجلس الشركاء الفترة انتغالية أنا أفتكر عدد كبير منكم بيكون عنده سؤال في هذا المجال هذا المجلس جاء نتيجة للممارسة العملية والتجربة العملية بتاعت السنوة شوية في تعامل ما بين شركاء الفترة انتغالية بكل تأكيد في هذه الفترة حصلت تحديات كثيرة ومطبات كان العلاج ليها بيتم خارج الإطار الرسمي طريقة غير رسمية وازية مرة عملنا لجنة المصفوفة مرة لجنة الأزمة ومرات لجنة أصغر هذه التجربة هي الولدت الحديث حول مجلس الشركاء الفترة انتغالية وتم تيجازه في المادة 80 في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي هذا المجلس احنا فهمنا له انه هو طبيعة استشارية تنسيغية يساعد في حل حلة ما يجب من قضايا وافتكر النغاش حوله ما زال مستمر وانا مدكي تماما بنقدر نصل فيه لما يساعدنا في خلق مجلس يلبي الاحتياج ده تكلم حمدوق عن الفغرب ما يخص تكويم الشركاء الحكم وانه في الفترة السابقة دي بعد عام ونصف من الشراكة بين المكون العسكري والمكون المدني انه حصل كثير من الخلافات وما قدروا يلقوا يعني مؤسسة او جسم متفق عليه انه يرجعوا له لحل الخلافات بالتالي دي صنعت حالة من الحالة الفرق في انه متى ما حدث خلاف بين المكون العسكري او المدني ودي حصلت كثير في الفترة السابقة انه هما مقعد يلقوا ما في جهة يعني من مطبع انها تحل الخلاف الا انه تجي وساطة خارجية او وساطة شعبية او كده فبتالي هم في الفترة دي غرروا انه يعني استحدثوا مجلس ومجلس الشركاء وحددوا صلاحياته وحددوا مهامه على سنه يكون يعني كمرجعية لخلافات الشركاء الخلاف دار في انه المجلس لما خرج للعلن وفق المادة 80 من الوسيقى الدستورية بعد التعديل خرجت فيهم مهامه صلاحيات كبيرة جدا بتتجاوز المجلس الوزراء بتتجاوز الحاضنة السياسية بتتجاوز المجلس التشريعي المرتغب بالتالي حصل الخلاف هنا من المدنيين او من الحرية التغير في انه المجلس بشكل هذا يحتبر انه انتقاص من الحكومة ومن الحاضنة من المجلس التشريعي وتجاوز لها دار الخلاف بشكل كبير في النقطة دي ودافع الرئيس المجلس السيادة البرهان عم موقفه باحتباره انه هو الجهة التي اصدرت القرار بانه ده متفق عليه وديه التفاصيل عبدالله حمدوكين قال يعني من خلال ما قالوا انه المجلس ذو طبيعة استشارية يعني قال احنا المتفقين عن انه ذو طبيعة استشارية ما متفقين على صلاحيات ومهام بالشكل الكبير ده بالتالي يعني هو فيما قالوا انه هم تفاجأوا بانه بعد ذلك تم اصدار قانون ووظائف ومهام للمجلس ادبر من المتفق عليه باحتباره انه تجاوز الصلاحيات فده كان سبب الخلاف لكن هو مصر انه لسه يعني يبدو واضح جدا من كلام حمدوك ومن كلام جميع الاطراف انه الخلاف لسه قائم يعني حتى الان لم يحسم الامر بشكل نهائي لم يحسم الامر لم يبت فيه بشكل كامل هناك لسه جزء من الحراك لانه يحاولوا يعدلوا في ما يمكن ان يعدل لكن واضح انه الخلاف يعني في نهايته ويمكن انه يتجاوزوا ويمكن لا لانه المكون العسكري وشركاء الاتفاقية من حركات المسلحة وكده هم مصرين انه ما حيجوا في عملية قائمة هم حيجوا في عملية جديدة تبدأ جديدة تبدأ من النقطة دي فكل طرف خايف العساكر والحركات المسلحة هم الأقرب في الملف ده القوى الحرية التغيير هم الخايفين يعني بشكل اكبر من انه يحصل لهم ان تجاوز لو تم تكوين مجل الشركاء الحكم بالشكل ده رئيس الوزراء الان مغف واضح انه هو ما مع الكابنة بتاعة رئيس المجل السيادة ولا مع الاخرين هو الان هو اقرب للحرية التغيير اقرب للمكون المدني اللي هو جاء به للمنصب له ده واضح من مواقف حمدو نفسه يعني فالأيام حبلة منه توضح كثير من الحاجات يمكن النقطة الثانية برضو ذات اهمية كبيرة وجدل اكبر في الفترة ساوى هو الحديث عن علاقة السودان بالكيان الصهيوني اسرائيل والتطبيع الذي جرى يعني هناك خطوة كبيرة جدا مضت في هذا الاتجاه والناس لست يعني ما زاد الصراع مستمر بين المكونات الداخل الحكومة في انه يا اخي يعني احنا ما كنا جزء من الاتجاه بتاع التطبيع يعني احنا ما شويرنا فوقه لم نشاور فوقه لم نتفق عليه لم نكون جزء منه كان الصراع كده دائر في الحتة دي رئيس السيادة والعسكريين يقول لا احنا متفقين معاون رئيس الوزراء يقول لا ما اخطروني ما بلغوني ما كنت جزء من الحاجات التامة دي يطلع عن ناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محن صالح ويقول انه الحكومة والجهاز التنفيذي مجلس الوزراء ما عنده علاقة بل الذي تم يعني جدل كبير صاحب النقطة دي والتي هي نقطة بتهم الجهاز التنفيذي بشكل اساسي يعني اذا كان لا يمكن ان يجري تطبيع او علاقات دولية بحكم الوثيقة الدستورية كل حاجة مختصة بالعلاقات الدولية والعلاقات الخارجية دي مرتبطة بملف بتاع مجلس الوزراء فيها تنسيق درجة من التنسيق مع مجلس السيادة والمجلس السيادي بشكل عام نشاهد ماذا قال الحمدوق عن ماذا التطبيع مع الكلين الصهيوني ملف التطبيع مع اسرائيل والخوات الغادي ما فيه وهل يسير في ذات الاجتياح نحن زي ما قلنا قبل كده في هذا الملف طبعا انتو تابعتوا كلام نحو فصل المسارين موضوع رفع السودان من قائمة الدول الراعي الارهاب والتطبيع يظل موقفنا هو نفسه نحن هنعرض اي اتفاق يتم في هذا المجال في ملف التطبيع اللي تتمي جهازه او البد فيه بواسطة المجلس التشريعي وده ما زال هو الموقف الموقف الواضح انه في النقطة دي انه حمدوق كان اكثر يعني اكثر معقولية يمكن في طرحه فيما يخصص العلاقة مع الكائن الصهيوني يعني لم يحترف احترافا كامل بانه هو جزء من كل التفاصيل لانه مجرد ما احترف احتراف زي ذا معنات هو حيخش في صراع وخلاف مع المجموعة المكونة والحرية والتغيير حتى الخرج منها الشيوعي والناصريين والبحثين القاعدين الاندل لانه موقف يعني عنده موقف من حيث المبدأ من العلاقة مع اسرائيل ده موقف واضح لهم بالتالي هو احتراف من حمدوق بطبيعة الامر الماشي في اتجاه العلاقة مع اسرائيل هو ما هيحترف لانه لو احترف بالحيطة دي معناتها حيخش حيكون في طلاق بائن بينه وبين المجموعة بتاعته في غير الحرية التغيير هنا هرب لنقطة مهمة يعني فيها درجة من الزكاة وده شكل الاتجاه الماشي الان داخل والحرية التغيير للتعامل مع الأمر الواقع فيما يخص العلاقة والاتجاه الماشي مع التطبيع يعني هو قال نحن ما حنقبل بأي علاقة ما لم تعرض للمجلس التشريعي اللي هو لسه في رحمة الغيب يعني ما في مجلس التشريعي حتى الآن لم يتفق عليه لم يتم فيه أي حاجة حتى الآن بالتالي هو قال إنه نحن أي اتجاه للتطبيع حنعرضه على المجلس التشريعي عشان يبيد فوقه لأنه هو الجهة المخولية وطبعا دهور بالأمام هو الواضح إنه الآن في تطبيع في اتجاه ماشي في وفد إسرائيلي بزور الخرطوم في تواصل والأمور ماشي يعني لحد ما يجي يتكون المجلس التشريعي ولحد ما المؤسسة المجلس التشريعي تقوم ويعرض عليه ويرفض أو يقبل هو أصلا الموضوع بيكون خلاص يعني توليت انتهى الثاني ما في حاجة هما أصلا علاقة طبعات والأمر مشاه فده هروب من حمدوك يعني هروب من حمدوك يعني منعا للحرج لكن حقيقة واضحة يعني إنه ما في حل الآن اللي تجاه الماشي إنه هو العساكر وكثير من الناس هو ماشي في تجاه التطبيع هو ما عنده طريقة إنه يعني يقدر يرفض التحرق خاصة وإنه كلام البرهان بعد زيارة يوغندا ولغاه ولي نتنياهو قال إنه ده تم بالتشاور مع حمدوك وقال ليه أهد بهذه الطريقة يبقى ده خلاص يعني هما الآن يتفقوا كمكونات في الحكومة عليهم الحديث عن العلاقة مع إسرائيل مرتبط بالمجلس التشريعي وده منعا للحرج الكلام ده نفس الكلام ده تيبيكل قالوا بنفس الطريقة بذات التطابق قالوا الوزير الإعلام فيصل محمد صالح اللي هو بمثل تيار الممانعة والرفض للتطبيع قال نحن ما هنقبل بأي علاقة مع إسرائيل ما لم يكن منها جزء المجلس التشريعي اللي هو مفوض بأنه يحسم الأمر ده برضو فيصل محمد صالح يعني باحتباره برضو هرب من النقطة دي بنفس الهروب اللي استخدموا الرئيسي الوزراء عشان يطلع من النقطة دي حقيقة يعني هو الواضح إنه العلاقة مع الكيان الصهيوني هو توجه الدولة يعني توجه الحكومة والدولة لكن بس هم بحاولوا يعني كل ما لقوا طريقة إنه يهربوا من الحرج يتخذوا المسار ده اللي هو المسار الأقرب يعني إلى الهروب من ضن الحياة برضو قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوق الحديثة عن فشل الحكومة نحن كنا بنسمح طوالي وما قاعد نعزر العساكر اللي بيجوا يتكلم عن فشل الحكومة وبيجوا ينظروا وهم جزء من الحكومة وهم أساسي في الحكومة هم شركاء في كل ما يتم فنحن كنا يعني بننتقد إنه هم توجههم وننتقد إنه هم يعني بيجوا بقولوا نحن ننتقد الفشل وننتقد الحياة اللي بيتم وهم جزء من الفشل ده بيحتواره يعني هم الشركاء للحكومة يعني ما في شي بيقدر يحفي الجانب العسكري المكون العسكري في الحكومة من الفشل إنت فشلت لازم يقول عندك موقف لكن ما ممكن تجي تهاجم الطرف الثاني وتقول هو فشل وإنت شايف بعينك شايف الشعب بمعاني قدر شنو شايف المعانا شايف الجوع شايف الفقر شايف الحياة قدر شنو صعبة وإنت ساكد ودائر عشان تجي تقول بعدين يا أخي أن نازل فشلوا الكلام ده أخلاقيا ما مقبول هو رد على النقطة دي حمدوق رد على النقطة مثلت الفشل دي وما يحمل له من قبل المكون العسكري في هذا الاتجاه نشاهد ماذا قال حمدوق ثم نعود أنا في تقديري زول دارت في المكونات دي من السيادي للتنفيذي للحاضن السياسي عن فشل الحكومة حقه نكون واضحين الفشل ده ما بيعني فصيل واحد أصله في فشل فشلنا كلنا فيه لكن يعني أنا زول متفاعل أنا دائما بشوف الكوباية نصف مليانة في السنة دي أنجزنا أشياء كثيرة جدا وفيها أشياء كثيرة جدا ما قدرنا ننجزها على رأسها في هذه النقطة أبعد حمدوق الحديثة عن فشل الجهاز التنفيذي ورد بشكل أو بآخر على المكون العسكري وعلى رئيس مجلس السيادي بشكل خاص لأنه تحدث قبل أسبوع في أحد المناشطة العسكرية عن فشل الحكومة خلال سنتين الآن يعني تخرج حمدوق والردة على البرهان بشكل مباشر في أنه الفشل ده هم كلهم جزء منه بأدرية واحدة وأنه هو بقول إنه إحنا نجحنا في حاجات كثيرة جدا جدا وقد ما نكون نجحنا في الجانب الاقتصادي طبعا ما نجحت في الجانب الاقتصادي أنت في جانب الاقتصادي فشلت فشل زريع يعني دي ما فيها تنين ثلاثة يعني فدي مؤكدة مؤكدة جدا لأنه الوضع براوي يعني يغنى عن السؤال الفقر والقلاء والشح والندرة والمعاناة الشديدة اللي أنتوا ممكن مشعرين بها هي بعيشة ويتكوي منها شارع السوداني ففي جانب ده أنتوا فعلا فشلتوا فشل كبير وانت بتكتكر إنك نجحت في جوانب أخرى ربما تحسي إنها دي بتعنيك إنتا وبتعني كثير من الأطراف لكن المؤكد إنه الشعب السوداني بشكل كامل هو يعني عانى أشد المعاناة من شراكتكم دي ومن حكومتكم دي ومن سياستكم دي ومن صراحكم ده أو من حاجاتكم اللي أنه تعملوا فيها دي بالتأكيد لأنه المعاناة وصلت لدرجة غير طبيعية بالتالي هي دي معكدة إنه في فشل كبير جدا جدا إذا كان في نجاح ما عارف منه اللي بيقدر يقيم النجاح ده التشاكس والصراع بين المكونين دي العسكري والمدني هو يعني وصل لدرجة كبيرة جدا حتى مجلس الشركاء اللي هم مكوّنوا مع بعض ويتفقوا عليه عشان يحلوا بي وخلافاتهم هم مختلفين عليه بالتالي المرحلة وصلت لدرجة بعيدة جدا جدا وده اللي يمكن اللي حاول يتحدث عنه حمدوق في شكل الفشل وإنه زي ما دار يحملوه بيحملون وقبل كده زي ما رد هاجم شمس الدين الكباش هو رد على شمس الدين الكباش فبالتالي بيقدر في يعني في صراع واضح وظهر للعلن من ضمن الحاجات اللي تكلم عنه وأنا بفتكرين دي قاصمة الظهر ودي اللي بتأكد إلى أي درجة وصلت الشراكة بين المكوين العسكري والمدني وإلى أي درجة وصلت الوضع داخل المكوينين والحكومة هو حديث عن استثمارات الجيش وده حديث طبعا يعني أخزا على التقرير الطلع من الكونغرس بضرورة يعني إبعاد المحسسات العسكرية عن الحياة المدنية وضرورة إنه السيطرة على استثمارات القوات المسلحة وإنه ما تستسبر وإنه ما يكون عندها هذه الاستثمار خاص دي كلها بالصفية اتجاه واحد في شكل الخلاف وشكل الطريقة الوسطة اللي هو العلاقة بين المكوينين دي فهو يتحدث عن مجلس الشراكة بعيدا عن الشراكة وبعيدا عن استثمارات الجيش يعني ده كل الحاجات يزاهم محاولوا إنها تحلح الخلافة دي ما أظنها تحل الخلاف لأنه وصل لمرحلة بعيدة جدا جدا اللي هي من ضمن الكلام في استثمار الجيش هو كلام أفتكر إنه يعني له ما بعده نشاهد ماذا قال حمدوق عن مزالة استثمار الجيش أو القانون بتاع الكونغرس موضوع دور القوات المسلحة في الاستثمار الاخري بكل تأكيد كل جيش العالم دي قاعد تكون عندها علاقة بالاستثمار لكن الاستثمار المتعلق بذير كومبراتي في الزانتج استثمار في مجال الصناعات الدفاعية الاخري وده مهم مشروع وما في أي مشكلة أكبر المخترعات التمت في الدنيا دي يمكن تم تطويره في مختبرات البنتاجون الاخري لكن كونه المؤسسة العسكرية تستثمار في قطاع الانتاج وتعمل ديسبليسمينت للخاصة للاخري دعا مقبول اشتغل على إن حال حلو كيف افتقل في مخترحات كثيرة ممكن تتقدم في هذا الإطار نحول هذه الشركات لشركات مساهمة عامة يساهم فيها مواطنة السودانية وتمشي كلها لإنها تبقى شركات تدار باحترافية وبكل الأسس الممكن تخدر هو ضرب أمثلة بكثير من مؤسسات العسكرية في العالم ومنها البنتاجون في أنه بيكون عنده ميزانيات بيكون عنده استثمارات لكن استثماره مرتبط بالمنظومة الأمنية أو الدفاعية يعني ما في استثمارات بتكون مرتبطة بمعاشى الناس أو بحياة الناس أو يدخل السوق يعني القوات المسلحة أو الجيش تخش السوق فهو يعني حدد حتى أتى بأمثلة وقال له يا أخي ما في يعني ما يستحق في أنه القوات المسلحة يكون عندها استثمارات وكذا وفي الحقيقة لما القوات المسلحة كانت بترد على اتجاه هذا كانت بتبناها الحزب الشيوعي وبتتبناها مجموعة من الموجودين في الحكومة عن استثمارات القوات المسلحة وستثمارات الجيش وكذا هم يتكلمون أنه أخوانا الاستثمارات الموجودة دي دي استثمارات حقة العساكر حقة الجيش حقة تفصم من مستحقاتهم لتسيير المطلوبات القوات المسلحة ولتنفيذ الحاجات المطلوبة ولدعم الكوادر والدعم الكادر العسكري فبالتالي لاini ميتا خوزة من المال لا من الخزينة لا من وزارة المالية إلى من غيره هذا الكلام اللي كان من بتقال بشكل مستمر أنه احنا ما شلنا اموال من الحكومة او من الدولة هذه اموال بتاحت القوات المسلحة كل المنظومة الموجودة هذه اموال القوات المسلحة هما تضارن يعني وشلوا كل استثمار للقوات المسلحة واموالها ذي ضمات الوزارة المالية عشان تكون تحت اباطل مدنيين يعني ده ده الاتجاه الماشي فبالتالي انا ما افتكر انه القوات المسلحة ممكن تقبل بالاتجاه ده يعني لا يمكن انه القوات المسلحة تقبل بانه يعني تجرد من اموالها ومن ميزانيتها ومن حاجاتها عشان تمشي لاتجاه تاني انه تكون هي تحت يعني امرة الجهاز التنفيذي المدني ولو رجعنا لكثير من النمازج بنا يقول انه كثير من المؤسسات العسكرية عندها استثمارات لانه عندها احتياجاتها عندها عندها التزامات لكواديرها لمنسوبيها بالتالي هي لازم يكون عندها درجة من الخصوصية المالية لكن بعيد عن المال العام او مال الخزينة العامة يمكن ده اغلب مدار في حديث حمدوف المطور الصحفي لكن اخطر ما غال وما غيل في هذا المطور هو الحديث عن استثمارات الجيش والحديث عن حراك 19 ديسمبر اللي هو بيدعوله كثير من المكونات في اولة الحزب الشيوعي وبدأ بيقول انه يعني ممكن الناس تمشي لاتجاه انه في مؤامرة يعني الان بتبدأ ضد الجيش السوداني ضد القوات المسلحة ليضعافه وليبعاده من المشهد المشهد السياسي هو بأكد انه ما مشهد المرتبط بالجيش يعني الجيش والقوات المسلحة هي ليست دورها ان تكون جزءا من المشهد السياسي لكن بالضرورة في السودان وفي الظرف الحالي وفي كل دولنا دول العالم التالي هو القوات المسلحة والجيش بتلقى عندها دور فهم الان ما شفت يهنج الردوع من دوره ومن مهامه وفي كثير من الاحداث اللي بتخلي الناس يعني يعني ينظر للموضوع في انه في حراك دائرة الآن يعني حراك 17 ديزمبر والدعم اللي بيجده من كثير من الفعاليات الحراك ده بشكل ده اذا طلع حيطلع ضد الحكومة بشكل عام لكن حيطلع بشكل خاص واخص ضد المكوين العسكري وضد الحركات المسلحة الجات في اتفاق جمع وده ممكن بأكد كده كلام رد مناوي على منواركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان على مسألة 19 ديزمبر قال اذا هي يعني خرجت لتحقق اشياء معينة ضد مجموعة معينة ضد الاتفاق نحن حنمرق مظاهرة مغادلة لها فبالتالي هنا بحصل محاولة اسهار الغواء الواردين تحصل خلال الفترة القادمة ابقى بتغرير الكونجرس وبحديث حمدوك والحاضنة السياسية والحزب الشيوعي وحراك 19 ديزمبر بتوضح صورة واحدة انه الان في تحرق كبير جدا مدعوم من بريطانيا ومن السنفير البريطاني من امريكا الكونجرس بتاعه بيطلع مرسوم ضد الجيش برغم ان القوات المسلحة والرئيس المجلسيسيال البرهان وهو القائد العام للجيش هو الذي ادار حوار مع امريكا هو الذي ذهب للتطبيع اكثر من غيره في اتجاه التطبيع مع اسرائيل الا ان امريكا بتضعن في ظهره كعادته وبيتطلع تقرير هو بيضعف القوات المسلحة بتتحرك المجموعات السياسية الداخلية هنا انه تفسد الاتفاق بين المكون العسكري وبين الحركات المسلحة بالتالي حمدوك بأيد الخروج في 19 ديسمبر ابقى المعادلة السياسية الان كلها بتتغير بشكل جديد نحن قلنا في الفترة السابقة قلنا انه خلاص الحاضن السياسية تغيرت بحكم انه في حاضنة جديدة لكن المشهد الان بيتغير بشكل اكبر بيتغير لانه مش الحاضنة بس تغيرت لمجموعة من القوات من الحركات المسلحة مع القوات المسلحة مع العسكريين لا في جانب خارجي الان تدخل بشكل كبير انه يقلب المعادلة دي المعادلة الان بعد مشت في اتجاه انه في حاضنة جديدة في ضعاف للمجموعة دي الان في تدخل خاري هذا التدخل الخارج معمول بطريقة فيها كثير من الدهاء فيها شغل يعني ماشي أو جدوت الصدفة لا فيه حراك كبير جدا حراك كبير جدا لقلب الموازين الحراك ده بيظهر انه الكونجرس بعد ده كله بطلع قرار ضد القوات المسلحة وضد الجيش بحاول يضعف الجيش الشارع الآن بيعبى ضد المكون العسكري وضد الحركات المسلحة جات الخرطوم خلف الكلام الحزب الشيوعي وخلف مجموعة الآن موجودة مع أحمدوك وخلف السفيرة البريطانية حراكه كله معروف وأنا ما محتاج يعني أجيب دليل للموقف الأمريكي أكثر من موقف الكونجرس يعني ده كل الحاجات دي مع بعض بتأكد انه في يعني واقع جديد إمكن الواقع ده تحدث عنه بشكل مفصل وشكلي كبير جدا جدا الدكتور الدردير محمد أحمد هو وزير الخارجية السابق وهو رجل يعني رجل له له باع في فهم العلاقات الخارجية والتداخلات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الملفات دي هو بتحدث عنه يعني بتحدث عنه باللغة الباحث والقارئ والمدرك والملم الدكتور الدرديري يعني كتب مقال كبير جدا يعني رسم فيه كل الصورة المشهد الماشدة فالمقال الآن يعني ويطرح نفسه بهذه القوة أنا أفتكر أنه يعني فيه غراءة كبيرة جدا جدا للذي يحدث المنظمة بعد صدور القانون الأمريكي الجديد وتحدث عن رفع العقوبات إنه هل بعد القانون ده هل رفع عقوبات وأكثر نقطة يتكلم عنه إنه إجازة الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة الماضية للتشريع الأمريكي المسمى غانون التحول الدموقراطي والشفافية المالية في السودان لنساة عشرين عشرين ده غانون جديد أغروا الكونغرس الغانون ده هلحل محل غانون السلام السودان ده غانون القديم الغانون ده بحسب دكتور الدرديري وبحسب المحطيات إنه هو الهدف الأساسي إنه إضعاف القوات المسلحة وإقصائها عن دائرة الفعل السياسي خلال الفترة الانتقالية ده المقال بتاع الدكتور درديري وهو معروض في الشاشة وبتكلم عن قدر شنو هذه المؤامرة وهذا الحراك المتبع في إنه هذا الغانون جاء فقط ليضعف القوات المسلحة ليبعد عن دائرة الفعل السياسي خلال الفترة الانتقالية لأنه هي شريك فترة الانتقالية بحكم الوسيقى الدستورية وإنه دائر يعمل هذا الإقصال لقوات المسلحة عشان يأتي بجدد يسيطر على الساحة وده بهدد سلام السودان وبهدد أمن السودان وبهدد المنظومة تحت الدولة الموجودة فقال إنه بحسب دكتور درديري إنه هذا القانون يهدف إلى سيطرة الحزب الشيوعي والمنظومة اليسارية على مسيرة الفترة الانتقالية تحت السدارة المدنية وده اللي تياها الماشي الآن كل ما تحصل مشكلة المدنية ومدنية ومدنية ويطلعوا ويطالبوا المدنية وبعادة المنظومة العسكرية بالرغم إنه المنظومة العسكرية هي التي أتت بالسلطة والتي انقلبت على النظام السابق والرئيس السابق وكل التفاصيل المعلومة دي لكن الآن خلاص المؤامرة بقتها الآن في وش القوات المسلحة في وش الجيش المواجهة وصلت للمرحلة الأخيرة وقال إنه دارين يصلوا تحققوا أجندتهم دي خلال أربع سنات أو ثلاثة سنوات بدون انتخابات بدون استحقاق انتخابي والإمام الصادق المهدي يعني ربنا يرحموا كان بيتكلم عن النقطة دي في إنه نازل عندهم حاجات دارية مشوعة وبيستقلوا الفرصة إنهم يكون في انتخابات الآن دا الاتجاه الماشي في إنه هما المنظومة اليسارية دي تقدر تنفس حاجاتها بدون انتخابات وتقدر كلما القوات المسلحة يكون عندها يعني اتجاه لإنها تضغط هي طوالي تضغط بجهات خارجية منا الكونغرس منا منظمات المجتمع الدولي دي ومنا السفير البريطاني اللي هو عنده شغل يعني شغل شغال زي المبغول بالداري كده شغل وسخان جدا جمال خارطوم عشان يقدر ينفس أجندتهم وينفسوا حاجاتهم دي أنا أفتكر إنه بكل ما سبق من من تفاصيل مرتبطة بحديث حمدوق تفاصيل مرتبطة بالحراك اللي هيكون في الشارع في 19 ديسمبر تفاصيل مرتبطة بموقف الكونغرس برفع العقوبات بمواقف السفير البريطاني كلها تصفي اتجاه واحد إنها قلب الموازنة ارجاع المنموعة اليسارية للحكم من جديد لضعاف إبعاد القوات المسلحة تنفيذ الأجندة المعلومة ده كل الاتجاه الآن الماشي فاصل قصير ونواصل أمس الأول يعني أصدر رئيس مجلس الوزراء أو عفوا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرار قضى بسحب 3548 جواز سفر مرحلة واحدة من أجانب يعني حصلوا على الجواز السفر السوداني في ظروف مختلفة في أوضاع مختلفة في تفاصيل مختلفة يمكن ما في ذول ممكن يعترض على أنه يحصل تنقيح وترتيب ومراجعات ومعالجات لأي تجاوزات بخصوص المنحة الجنسية السودانية لأجانب أو لغير المستحقين أو بطرق ملتوية ده قرار مفروق منه يعني في صحة وإنه ما في إشكال في أنه الناس تقوم بالحاجة لكن إنت كونك تقوم بقرار ضيدة بجرة قلم بدون مراجعات بدون دراسة حقيقية بدون تقييم حقيقي أنا أفتكر إنه ده قرار متسرع ومتهور وما بكون عادل إذا أعمل مراجعة أعمل تنقيح أعمل جهات يكون عندها يعني عندها وضع يمكن من أنها تراجع هذه الوسائق المرتبطة بالمنحة الجنسية وتقيم الأوضاع وتصدر غرارات لكن لا يمكن أن تصدر غرار تنفيذي في لحظة بيتخذ غرار زيدة يمكن اللافت واللافت جدا أنه الغرار صدر وشمل شخصيات يعني لها وزنها لها تقديرة لها مكانة منحة الجنسية السودانية في لحظة من اللحظات الفارغة من لحظات النضال ومحاربة الطغيان ومحاربة الطغات والسودان عنده سفر طويل في هذا العمل يعني العمل الإنساني والعمل الداعم للشعوب الحرة يعني قبل سنوات يمكن السودان منح والكلام ده قبل الإنقاذ يعني السودان منح المناضل الكبير نيلسون ماندلة جنسية السودانية لسنو يقدر يتحرك ويدير معركته النضالية ضد المستعمر وضد الفصل العنصري والتمييز العنصري كان بيدور في جنب أفريقيا ونيلسون ماندلة لسنوات طويلة جدا كان بيحمل الجنسية السودانية والجواز السوداني وبيتجول وبيأدي في مهامه النضالية دي وده يعني شرف للسودان وشرف احتفظ به نيلسون ماندلة للسودان حتى يعني رحل ده جزء من أدوار السودان الرائدة لدعم التحرر ودعم الشعوب ودعم الأفارغة ودعم كل المستضعفين يمكن في هذا الاتجاه منح السودان قبل سنوات الزعيم التونسي راشد الغنوشي جواز سفر سوداني بعد أن كان مضيق له من قبل السلطات التونسية الحبيب بورقيبة وبن علي يعني في كل الوقت الذي كان مضيق عليه على راشد الغنوشي كان السودان يمنحه جواز سفر وكان راشد الغنوشي يتجول في كل العالم يحمل جواز سفر سوداني قدر من خلاله أنه يحق كثير من الإنجازات لبلده ولفكرته وانغلبت الآية في 2011 بعد صغوط نصان بن علي وعودت الغنوشي ظافرا لتونس وأصبح حزب النهضة أو حركة النهضة التي تزعمها راشد الغنوشي هي الأولى في تونس وسيطرت على البرلمان وفازت برئاسة الوزراء بعد ذلك تنازلت لأسباب معلومة ومعروفة وما زال حزب النهضة أو حركة النهضة تسيطر على الأقلبية في البرلمان وراشد الغنوشي في شخصه هو رئيس مليس النواب رجل له وضعه الآن للحركة وضعها السودان دولة خارجة من ثورة مفترض أنه بنفس القضية وفي نفس الاتجاه الذي كان سائر فوقه الغنوشي يفترض أنه يكون فيه سائرين فوقه الذين وصلوا للحكم الآن صدر غرار مؤسف من ضمن هذه القرارات أنه يعني إلقاء جواز أو جنسية راشد الغنوشي الممنوحة جواز السفر الدبلوماسي الجواز الدبلوماسي الممنوح للراشد الغنوشي العملية هذه طبعا عملية يعني مؤسفة ممكن بالتقدير بسيط كان يمكن أن يكون ما في داعي لها ما أنت الرجل لا أعطي هذا الجواز الدبلوماسي في ظرفه معين ومحدد وتم به كثير من الأشياء المفيدة والآن أصبح هو رجل دولة ورجل حاكم ورجل عنده له مكانته فبالتالي أنت ما ممكن تصدر بفعل قبيح زي هذا يعني ما حاجد في لك أي حاجة الآن الغنوشي هو ما محتاج لجواز السفر الدبلوماسي السوداني الآن هو رجل بمثل دولة كاملة زي تونس بكل ما تحمل تونس من تونس ورجل بمثل مجلس النواب التونسي رجل عنده وجوده في تونس عنده حركة من أكبر الحركات السياسية موجودة الآن في تونس أنت ليه يعني بتجي يعني تصدر بفعل عدائي وفعل يعني قبيح ومهين حقيقة للسودان ما للراشد الغنوشي الآن الراشد الغنوشي ليس فيه موقف ضحف وليس في حاجة إلى جواز السفر السوداني بالتالي كان يعني يجب أن لا يصدر هذا القرار يعني الاحتبار أنه راشد الغنوشي ليس فيه حاجة إلى هذا الجواز وبالتالي هو ده جميل يحتفظ براشد الغنوشي للشعب السوداني ليس لحكومة ولا لجهة ولا لأشخاص للشعب السوداني الذي منحه هذا الجواز في ظرفه وكان محتاج له فتسرع وتعجل وحاجة يعني ما عنده أي تفسير أنه يصدر قرار بالشكل ده عشان يصادر جواز السفر لشخص منح قبل أكثر من 20 سنة وحقق ما حقق به من مكاسب وإنجازات مستحقة وده جميل يحفظ للذين يعني منحوا هذا الجواز للزعيم الراشد الغنوشي وحقق هذا الغرار القاضي بسحب الجواز السفر من راشد الغنوشي لا ينقص راشد الغنوشي في شيء ولا يضيف للذي سحبه شيئا بل يعني يصوف في خانة عدم الاحترام للناس للشخصيات الكبيرة والمحترمة مثل السيد راشد الغنوشي يمكن ده يعني أكثر ما جرى في الغرار بتاع سحب الجوازات والجنسيات ودي أفتكر أنه تخضع لغوانين وتخضع للجام فنية تغرر ماذا تفعل فهكذا يعني أنه يصدر غرار لحظي متعجل بالطريقة دي أنا أفتكر أنه فوقه كثير من المآخذ أتمنى أنه يراجح هذا الغرار ويمنح يعني لجهات فنية تحدد وتغرر فوق وبعد ذلك اللي بيصدر من جهة فنية ده بيكون ملزم للجميع وبيكون مرضي ودي حاجة مؤسفة يعني أنه تحصل بهذا الشكل بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللغة حتى الجديد الملتقى في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر